كلام في الزحمة مع مروان قدري ويارا جندي على نجومة في أم ونجومة في أم تي في نورتنا وشرفتنا يا أسرة جندي اتبسطنا انتوا كنت معنا يا أسرة وان شاء الله انتوا لسه جاية ايوه مساء الفلت زك يا أسرة مساء النور عاملة ايه مبسوطة قوي انتوا بتشردل يا أسرة بعد 14 سنة ايوه ما مش عارفة يعني انا زهية انا قاعدة سكتة انا قاعدة سكتة طيب يا جماعة لكل اللي بيتابعونا نهاردة دفتتنا الحلقة مختلفة فعلا او اكيد بالنسباني انا شخصيا لان النهاردة اه لاول مرة معايا اختي في الستوديو ومش عشان هي اختي وخلاص ولكن اكيد في ناس كتيرة بتتابع يسرا انتوا حارفينها ممكن السوشال ميديا او من المازيكة والاغاني بتاعتها والله يسرا بيجينا دايما ميسجز اه انت ليه مش بتستضيفه يسرا على ساس انك اختي يعني لا انا 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 حتى سألتها السؤال دا قالت لي ايوه يسرا ايه وبتاع ايه واجه على دماغ ومش شكاة فلقاني في البيت وبيت عندي كل يوم اه اه فمش هنا كمان اه اه فقلتنا خلق يعني اكيلك انت مخصوصا نارده. حبيل قلبي من جوة اهه. زكي يسرا. عاملة اين? انا عارفة ان انت مش متعودة ومش تحبي تطلعي على الهوى كتير. لأ مبصيش على نفسي. اه ايضا انا لسه شايفة نفسي للوقت. يسرا يا جماعة احنا عكس بعض جدا يسرا تغني اه لو تتابعوها على السوشال ميديا تلقوه مطرقاها شوية اه عكسي انا على السوشال ميديا بس انا على الهوى انا اللي بتتكلم ويسرا. اه اه بتاعت المناقشات وانا بتاعت الغنى. اه. واللي. طب السؤال الدائم. اه. انت مختلفة ازاي? اه. في الغنى في اله اه بتاعتك وانت بتكتبي اه اعلان وتغني يعني فكرة الحاجات اللي انت بتغنيها دي مش سهلة خالص. شكرا. يعني انت بتغني اه اه بتغني حاجات حتى لو اعلانات او اغاني غريبة او الحاجات الاغنيات الصغرى اللي انت بتعمليها اللي فيها. تبقى كصص دايمان اكتر. اه. بتعملي ده ازاي? اه متهيق لي الحاجة المختلفة في اللي انا بعمله ان هي دايما تبقى حكاية. هم. بحب دايما يبقى في الحكاية والتفاصيلها. اه من الاول. عدتي بيها. يعني او اتعملت قدامك او حصلت قدامك. اه. يعني معظم الاغاني القديمة اللي عملتها كانت على اصحابي. بس هم ما يعرفوش. بس طبعا في النص بغير شوية حاجات. كانوا بقى ما يعرفوش دلوقتي. اه. يعني برضو ما هم عمرهم ما يفتكروا ان دا هم. اه او قطعوا معاها. يعني ممكن حاجة. لا لا. لو تدينا لستة بالاسماء عشان نقولها على الهواء. محمد وسيد. اه. 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 يعني لا يا بهيرة للبنت اللي عايزت تتجاوز مسلا. اه. بتفاصيلها طبعا دي مش حد معين. بس في في بالي شخصيات معينة فببني عليها الحكاية. اوكي. وبأفور طبعا. عشان انا بحب الافور عامة في الحياة. عموما. اه. في المطلق. حتى زوئي عموما تنزوئي. اه. يعني كارف بيه اشوية من الافورة. اوكي. لا يعني هو بعد الجيتار الفندر البينك. اه. اه انا يعني. ايه دا دا حلوة اوي. دا حلوة اوي دا نعادت كتير اوي. دي اهانة الفندر. بس ما علم. مش مش دي. اه. في جيتار نفسي فيه هو بدأة دا شيك بقى. اه. انت بيعايز. اه ماشي دا معقول. دا دا لطيف دا. دا كويس. دا ماروان وانت جاي مرة جايش تريب. اه هتقولي بص انا عايزة الميديم. خاولت اعمله والله بس كلهم قالوا لي ما ينفعش هاي الكسر. اه طبعا. ام. انت كنت هتعمليه بالا. اه اه انا انا بروح لناس يعني. كانت عايزة تعمله تعمله يعني. اه. طيب خلينا ممكن نروح للسؤال علشان اكيد انا وانت عارفيني يسرى بشكل شخصي ولكن ممكن مستمعينا مش متعودين على يسرى الجانب دا منها. يسرى انت اه دلوقتي انت من الناس ممكن نقول على السوشيال ميديا. اه وبتاخذي انت بتعمليه المزيكة واغانيكي بتعملي منها زي سكتشات بتعملي اللي هي الريلز والحاجات اللي بنشوفها على تيك توك كمان انت ليكي انا عارفة ان انت ليكي فالوين كبير على تيك توك وبتعملي مزيكتك. انت اصلا كل دا ملهوش دعوة خلص بالدراستيك صح? يعني يقولي البقى المستمعين انت درستي ايه والموضوع الشفت للمزيكة حصل ازاي? انا يعني ممكن يبقى اه يعني فيه تكت حاجة يعني بتاعي كان انوفيشن. اه بس هو طبعا ملوش علاقه بالمزيكة. اه انا دايما بحب بالمزيكة من زمان قوي. اه. وبلعب جتار من زمان وبقلف حاجات من زمان. اه ونجومة في ام بالنسبة لي اه حاجة كبيرة عشان اول اعلان عملته كان هنا. اوكي. من حداشر اتناشر سنة انا مش فاكرة. ما تقوليش اعلان اه مركة حاجة ولا حاجة لنا. اعطاشت ينفع عشان نجومة في ام يعني. اه. نجومة في ام. حاجات بقى. اه 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 اه. فدي كانت انا يعني من اوائل الاعلانات كانت هنا. حتى قبل ما انتي تيجي في الراديو يعني ايرونيك ده. اه. كان مغريب قبل منا اشتغل هنا. اه. فبالنسبة لي نجومة في ام يعني كانت فتحت ان انا بتدي اعمل وحاجات كده. اه. انتي قبل القصة دي انتي كنت تعملي حاجات وتجربي مع نفسك او كنت تعملي حاجات في الجامعة. كنت تعمل في اي نشاط غنائي في اي حتة في الجامعة في المدرسة. لا لا بس اه كان في حد مرة ضيقني زمان قوي. عشان اطلع اه الضيقان بتاعي لو دي كلمة اصلا. للا. عملت اغنية على الموضوع. اه. وغنيتها لاصحابي ولقيتهم حفزوها وفاكرينها وكده. اوكي. فهنا عارفت بقى يعني لولا الشخص اللي دايقني ده. اه انا عارفت ان انا بعرف اكتب حكايات يعني. وتغني. وتغني. اه بالضبط. فبعديها بقى انا ممكن اتكلم مع ان شاء الله. لا لا. مش هتكلم مع شخص. بس اه. ده بقى تلع. ده عمل. انا عايز اقول لكم عليه بقى. ايه على فكرة بقى لو انت نجر. ام انت. لا. اه اه اه. لصة لدي الوقت فيه. اه هو في رئيس صندوق النقد الدولي. يعني هو انجح منك بكتير. اه. فاية كانت البداية بداية كده هوبي وبعدين اه اه اشتغلت شغل عادي جدا. اه سمين. اه. وبعدين اه يوم الايام اه قولوني واجعني قوي جالي مشكلة. اه. ولما جات لي مشكلة الصحية دي. قررت ان انا هعمل اللي انا بحبه بس. هي كانت بتشتغل في شركة كانت حياتها بتروح الشغل من تسعة لخمسة. شغل عادي زي اه. اه ما كدهش المزيكة. اه. شغل ممل بس كنت نكحة فيه وكنت بكرهو. هما لو بيسمعوني اه بحبكو. اه بس انا بجد ما ليش في الاركام كان حاجة اركام بس. اه. ففضلت فيها عشان كنت حاسة اني ده الصح لغاية لما قولوني بقى باز. اه. فما سمعتش لحد بقى بيقول لي اني ده القرار الصح. واخدت بقى احساسي. اه. وروحت اشتريت بالفلوس اللي كانت معي ادوات مزيكة. اه. وقدت اتعلم اتعلم. اه. وبس. وبعدين الدنيا مشت. اه. بعدين حصل اعملت اه انا وعايزة شهوان. اه اسمه طاخ. اه. ونزلنا اغاني والاغاني فجأة نكحت قوي. والدنيا مشت. تنين ننزل ودي البداية بتاعت الغنى ليكي. اه. هنا بس بقى. هنا بس بقى. هنا بس بقى. ما في الشغل بقى خلاص اللي هو كان رد فعل للمامتك وباباك ايه? انا عارف رد فعلومتك جاه يارا. يعني برضو بقى اهبنتهم برضو. اه. اهبنتنا هنعمل ايه? انا برا منها. لكن انت بقى الصغيرة بقى. اه. انا اهلي جدا. اه. في اللوقت لما انا بشتغل في الشركة المحترمة. اه. كانوا بابايا مش عايزني اسيبها. اه بس لما سبتها ولقى اني الدنيا ماشي معايا ونكحة الحمد لله وكده. طب حلو. اه الحمد لله. دي مهمة دي اه. يعني دي انا احنا بيت واحد بقى. دي لو مامو. ده بالعكس انا بسمعهم دايما للحاجة. وبابايا بيبقى عنده طاليقات معينة. اه. وبيبقى عارف الاغنية الجامدة. يعني بيقول لي دي هتقاطق. دي مش هتقاطق. دي راجع علينا. اه اه. ومامي كيوت يعني ماما دايما كده انت مبسوطة? خلاص اوكي. ايه العبي في الجيلينة? يلا يلا. كده يا كلب ده. طيب خلينا نطلع فاصل يا يسرى ونسمع كولميزيكو. كولميزيكو اه الاغنية دي كانت هي دي اللي عرفت الناس كلها بيكو صح كده? اه. الاغنية دي كانت. دي مع الباند مظموح. دي كانت طاخ. اه. ممكن تحكيني بس اكتر عن الكصة بتاعت كولميزيكو او. اوكي اه اولا انا حب اقول انا بعمل ايه برضو. اه. انا بكتب وبلحن. ويعني انا بعمل الحاجة اللي غير المزيكة. اه. الاغنية دي كنت عاملها اصلا ما لهاش علاقة بالباند. اه. وبعدين قررت اخليها في الباند. اه. بس وهي عن اه ان واحدة بتحاول اه تزبط واحد. اه. وتدي له نمرتها. تتعرف عليه. اه. اه. تدي له نمرتها بطريقة يعني مش مباشرة وهو مش فاهم حاجة. اه. وعشان كده تي بتقولي بقى. اه بتقول الكورس بيقول نمرتها بس الفكرة بقى اني اه النمرة دي اشتهرت قوي الحمد لله ان هي مش نمرة حقيقة. اه. ودي حتى على. اصلا. بس هي فيها رقم واحد ناقص. الحمد لله. اه. عشان الناس كلها حاولوا تتكلم. تتكلم النمرة دي. اه. هي نمرة يا را عمو منزيلة واحد. طيب احنا نسمع اه متهيالي دي ممكن تكون اول مرة نسمعها على نجومة في ام اه معينا هنا كمان في الزحمة. اه اكيد في ناس كتيرة بتسمعنا عارفينها. النهاردة في الستوديو معينا حلقة مختلفة وصراحة حلقة قريبة جدا من قلبي لان منورني النهاردة اختي اه صغيرة اه او اختي اللي قدي اه ايه ده ايه ده ايه المطربة في بسر الجندي. نسمع تاخ كور ميزيكو ونرجع على طول بعدي اخليكم معنا. انتو مع الكلام في الزحمة مع مروان قدري ويا را جندي على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. عشان كده هي كتعايش بضع لك اللوك بتاعك. ايو ايو ايو. بس يسماعي. عشان شعر في بروز. يسر الجندي لسه من ورانا ومشرفانا في كلام في الزحمة وندردش معها في في الحاجات المختلفة اللي هي بتعملها بعد مرحلة الباند. ام. باند ده كان مرحلة وخلصت. ايوة. نقلت بقى المرحلة تانية الا وهي ان انت بقيت لوحدك. لوحدك. اشتغلي لوحدك. بتقلفي لوحدك وتلحني لوحدك. ما هو كده 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 كنت بقى من كده قبلي. اه. بس ما نلغبطش الناس. مش تمام. اللي حصل الفرق بقى ان انا اه بعد الباند. ام. اه نقصني مزيكة. ام. فطورت بقى من نفسي وتعلمت مزيكة. ام. ام. يعني كان بقى لي شوية عملة يعني كده. واول حاجة عملها بقى الواحدة كانت بكلمك مش بتروت. اوكي. من ناحية يعني الاوديو والمزيكة. و. برودوكشن كامل. برودوكشن كامل. برودوكشن كامل فورم اي تو زي. ام. والحمد لله انك حت نجاح. جدا. سماعت. جدا. جدا. فتح نفسي قوي. ام. you're fine. you're good. الدنيا تمام. ام. ودخلني بقى ام. في مجال الاعلانات. ام. يعني ال 27 ثانية دول. لو كان معي اه نكاوي فيهم. والذي بيرد علي. ام. دي بقى انا دخلت فجأة بقى في حتة تانية خالص. في التانية خالص. وانا كنت بعمل الاعلانات من زمان بس ما كنتش بعمل الجنجل فرم اي تو زي. ام. اللي هي الفكرة بالاوديو بالميكس بالماستر بالكمبو ميكس دي. عملت بقى اعلانات الحمد لله كتير قوي. ام. ومن وقتها بعمل اه وحاجات لذيذة كده بس انا طبعا اللي جاي بقى يعني دي حاجة كانت اكسترا لذيذة الحمد لله عليها ومبسوطة بيها بس الاغاني بقى هي دي الحاجة الجديدة اللي هتنزل. ام. مش باسم بقى طاخ بعادي. باسم. اه. وحاجات كتير قوي جاية. ام. مرون ساكي بس مرون راح بزي زالك. طيب. يمهل ولا يمهل. اه هي يسر بقى لها فترة لما كان بتتكلم هي عايزة تتفرخ بقى شوية لان هي تنزل مزيكتها هي بتاعتي يسرى. مش يسرى اه مع باند مش يسرى احلانات مش يسرى مع شخص تاني يسرى يسرى. بالضبط. اه. وعادة بحضر فيها بقى لي حبة حلوين. اه. اه. وعندي حاجات جاهزة واول حاجة هتنزل ازباق جاي. اه ده خلاص. طب حلو مبروك مبروك. ايوا ايوا. ايوا. اه. اه. وعايزة بقى يعني كل الغلطات اللي عمتها بكده ان انا كنت بتأخر في الاغاني. اه. يعني في الباند كان بنزل اغنية كل ست سبع تامن تسع شهور. وده مش صح خالص. لازم كل فترة قريبة اه. 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 فمش عامل كده هنا بقى. اه. اه. ان شاء الله هنزل كل شهر ونص او يعني شهرين. اه. وبما انهم جاهزين وبزبطهم من دلوقتي فا. فالعملية مش بتبقى. اه. طب سؤال بقى انت بتعملي كل حاجة انت اللي بتكتبي وتلحني. اه. وتوزعي. صح كده? اه بوزع اعلانات وآ حاجات كده. بس الاغاني اللي هتنزل. انا بكلم على الاغاني. الاغاني اللي لسه هتنزل. لا انا بشتغل مع موزعين كتير بقى المرة دي. اوكي. اه ومبسوطة من ده عشان يبقى فيه. تنوع. اه. يعني لذيذ في حاجات في حاجات مختلفة مش عايز احرقها بس في كتيرة. اوكي. بس طبعا عشان يعني الشخصية اللي بغني بيها الاغاني القديمة هي دي شخصيتي اصلا انا مش بحاول مش بحاول اعمل حاجة معينة هي ده انا. اه طبعا هيبقى في بقى نوع الاغاني هيخليني اغني بشكل تاني. بس لسه بشخصيتي يعني. بس لسه عكيدة سألتي السؤال ده من اليوم مرة. الصوت اللي بتغني بيه غير الصوت ان انت بتكلمي بيه. اه. صح? ايوة اه الناس فاكرة ان انا بتكلم زي بكلمك مش اكيد ما بتكلمش كده في الحقيقة. او بقى نعم معين. ده. لا لا خالص ده. اداء للاغنية او للاعلان. او مع الحكاية والشخصية اللي في الحكاية. اه. يسر الاول زمان انا فاكرة انت كنت بتحبي ابتديتي او كنت بتحبي تغني بالانجلش اكتر. اه. يعني كنا فاكرة زمان قوي. زمان بقى قبل ما تخش هي في مجال الغنى وهي في البيت بتتسالها. كان دايما نقعد نقولها وبابايا دايما فاكرة كان دايما يقولك ايه? ما تغني بالعرب. اه. ما تعملي شفت للعربي وهو صاح جدا عشان هو انجلش انا يعني هروح فيه. ممكن يبقى هويتك بس لو لو دخلتي كبزنس لأ محتاجة تغني طبعا بالعربي. اه. يعني لازم اتكلم باللغة اللي احنا كلنا بنتكلمها. صحيح. عشان صعبة في الاول. اه هي صعبة طبعا. عدد الناس اللي بتسمع كمان. وفي نفس الوقت عشان يبقى فيه كونكشن حلو. بس انا بغني بالطريقة اللي يعني اللي كان مقلقني من العربي. عشان انا بحس ان كلامي كده ايه مكسر شوية. مش مكسر يعني بطيق يعني. مش بس بس لأ لغتك العربية حلوة. يعني زريفة ما فيهش مشكلة. بس سلانجاوي قوي. اه. بس انا مستريحة في الموعة. اه. يعني زي ما بتكلم مع صحابي زي ما بغني بالزرعة. مم. اوكي. وهو اللي عايز يسمع كده هيلاقييني اللي مش عايز بقى سلامي. شارف ليه كأني سمعتها قبل كده بحيتها. انت عارف ان كم من ناس اللي بتتلغبط آآ ما بين صوتنا. يعني انا ويسرى لو عالتليفون حتى يعني ممكن ما بطي بهم لو احنا اتنين في العربية مسيلي. اه يعني عالتليفون لما هيسيري. بصي. اه يا راه لت هيسيري تليفون اعمل بتاعي. اه يعني. اه. مش بي في ناس كتيرة مش بتعرف تفرق ما بين صوتنا احنا اللي تنتبع في الغدن هتنتعرفني. اه 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 اه. هي سايب الموبايل شغال. اه انا اه. شو تعمليه سايلينت ليه? وانت بتكلميها ليه? مش اسمعي لها دفع عنها برضو. زملت بقى برضو. اه اه. عايز اقول حاجة انفع ولا نمشي? لا. لا. لسه مش هترضونا دلوقتي. اه بما اننا بنكلم على يارا. كنت عايز اقول بقى اني زي ما اهلي كده بيدوني اختي. وده مش تطبيل ولا تمثيل ولا اي حاجة. هي. دي مصمرة. اه. هي عمطا عشان هي اه اه ليا انا كاختاز صغيرة ناجح قوي يعني اللي هو ايه? سليم. اه اول ما خلصت جامعة ما اخدتش فلوس من اهلي ودي عملتلي مشكلة عشان انا ما اكونش تصارفة انا عايز اعمليه. اه. بس في نفس الوقت عشان هي شطرة و ونكحة ولما بتحط مناخيرة في حاجة يعني بتجيب اخيرة. وفي نفس الوقت بقى هي بلتجية. اه. اه بلتجية. يعني لما يبقى عندي مشكلة اه. احنا على الهوى. اه. بروح لها ليه بقى عشان انا بتكسف اه بازعال يعني. اه. هي بقى لو. انت اصغر منها بتاع خمستاشر عشرين سنة تقريبا صح? ده ايه كله. ده انا بيبي بقى. لا 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 اللي مش ارى انت واحد واربعين او اتنين واربعين. اه ويسر هي دوب تسعة وتلاتين. اه. لا لا. احنا فرق ما بيننا تقريبا قلمس تلات سنين. اه. اه. يعني قلمس تلات سنين ما بيننا اه اه. اه مش كبير قوي يعني. اه. مش كبير بس الشخصيات مختلفة خالص. اه. تماما. اه انتو شخصيات مختلفة ده. ده واضح. اه. ده واضح. اه التأثر بالمزيكة الاجنبية. بالمزيكة الانجليزية عموما الاغانية اللي انت بتحبيها والناس اللي بتحبي. اه خدتي منه حاجات استخدمتيها في الشغل بتاعك. انا اصلا. دي حاجة لطيفة ان انت واضحة وصريحة. اه. دي حاجة لطيفة جدا. ولكن في ناس كتيرة اقول لك ابدا انا. ليه. حضرتك والناس بقى بيتبرمك بقى والناس متخصصة تطلع له بقى ايه? الجملة اللحنية دي شبه الجملة اللحنية او. اه استنى ستنى. الكوردات دي. اه يعني بتاخدي مسلا كورد بتاخدي رفاية. لا لا لا. لا مش مش تمثيله بس الفكرة انا اصلا ما بسمعش حاجة ولا بتفرج على حاجة. انا في حالي فقدتي ببمبي عمتلا. اه. حتى بنزله على الموضوع ده. انا قاعدة في عالم كده الوحدي. اه. وبحب كده. فلما بطلع حاجة ممكن حد يقول لي دي شبه حاجة انا ما بكونش عارفة اصلا. اوكي. بس لأ لما بلاقي لو في حاجة شبه حاجة انا بدايق عشان اولا انا بدايق عموضوع ده عشان انا كتير قاول من حياتي ما خدتش على حاجات. اه. وفي نفس الوقت مش عايزة في الاخر حد بعد تعب يجي يقول لي انتي بتقلدي يا. اه. اه. انا عندي مخ افكر انا. وفعلا انا شفت ده قدامي يسرى مثلا ممكن تعمل حاجة وتعمل اغنية وتبقى اغنية حلوة جدا ودي هتبقى جمدة اوي سواء حتى لو على السوشل ميديا او كاغنية. فهي عبل ما تجهزها وتعملها وتخلص الموضوع. ساعات يسرى بتاخد وقتها شويتين تلاتة. اربعة. تلاقي حد منزل وحد معروف اوي كمان يعني ليه كبير يا مروان مش حد اه جديد. اه حامل حاجة شبيهة. اه. ويسرى عاملها من من قبل الشخص. من قبلها بكتير اه. اه. لو نزلتها هتقال ايه انتي مقلدة فلان. انتي واحدة نفس الطريقة. عشان هو نزل الاول فبالتالي الناس بتفهم انه انتي انتي اللي خدتي منه. اه وما حدش نفسي في الموقف ده اصلا عشان. اه الحمد الله في افكار كتير اوي بالعكس انا شايفة اني اقوى حاجة فيها ولا صوتي ولا اي حاجة انا شايفة هي الافكار. اه اه او فكرة الافكار. الحاجات التانية دي عادية يعني انا شايفة ان انا عادية فيها. لا صوتك مختلف برضو يعني خلينا برضو. بس مش بالنسبة لي مش هو ده. انا بالنسبة لي هي الفكرة. اه. اللقطة اللقطة كلها في الكلام في السكريبت المكتوبة او في الاغنية او في الجنجل اه. ما حد ما حبش بعد ما عدا فكر ومفسوطة بقى لقي ان دي لو موجودة مش هنزلها او هغير مامتها. اوكي. وكده نكون اخر حلقة لنا احنا التلاتة على الحقب نشكر نجوم التانية مع السليني كتيرة. على السليني الحلوة اللي اقدموها معاكم. كموزيعين جديدات يسرة. اه. اه. مسحك طمانتاشر سنة. مروب. هاتجا كتتتنا وانا هجيب الشرطة. اه. اه. حصر. خلاص خلاص خلاص. طب بصوا. احنا لازم نتلع فاصل. معنا اغنية لا يا بهيرة. اه دلوقتي. تحبت يعني. هي الحد. لأي واحدة بتخوف واحد عشان عايزة تتجوز. دي لكل انت انت فكرة لا يا بهيرة دي جاءت لك ازاي? من كتر ما في بنات بتبقى اللي هو هدفها الجواز فبتخش دخلها كده مرعبة على الولد والود بتلاقيه ايه? اه. خاف. اه. فدي لكده بالزر. اوكي. يبقى نسمع بقى لا يا بهيرة. اه. والنهاردة طبعا من ورانا في السوديو حلقة خاصة وقريبة جدا 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 من قلبي والله اختي النهاردة اه المطربة يسر الجندي من ورانا في السوديو. هنسمع لا يا بهيرة ونرجع على طول بعد الفاصل. خليكم معنا. كلام في الزحمة مع مروان قدري ويارا الجندي على نجوم افقام ونجوم افقام تي في. يعني اتنين بلوندات في في السوديو كتير بس يعني هي هي منورانا ومشرفانا. اه بكتير هي يسر الجندي. سك يسر. وبنسمع الاغاني دلوقتي وبنتكلم مع بعض اكتر. اه عايزين نسلم على نسمة نسومة بتسمعنا وبتسلم عليكي جدا. اه كريم مذكور كمان بيسلم عليكي جدا. زيك كريم. في ناس كتيرة باعتها هنقرأ بعد شوية. بس عايزين نروح بقى للسوشيل ميديا بقى. اوكي. انت طبعا انت الاساس بتاعك هو الغنى. عايزة تعملي مزيكة. عايزة تعملي اغاني. ولكن دلوقتي سوشيل ميديا بقيت حاجة مهمة جدا. اه. انا متهيل انت زمان ما كنتش بتركزي قوي مع. مش زمان اصلا. ده من يعني ممكن نقول سنة ونص. يعني انا عملت ما كانش عندي اصلا انا سوشيل ميديا باسمي. كان كل حاجة باسم الباند. اوكي. ما كنتش مهتمية بماركتنج ايوة. ما كنتش مهتمية بماركتنج لنفسي انا. اه. وده اه كنت مهتمية اللي هم مهمة الاغنية توصل. اه. مش مهمة بتبقى تحت اي اكاونت. اه وده مش تفكير سليم عشان ما كنتش فهمة ان هي بتبقى الاغنية بالشخص كده. بس الواحد بيتعلم يعني. فاتعمل لي فيك على انستجرام فيها انا مش عندي لغاية النهاردة. اه. فهنا لقيت وانا صدقت الشخص ده يعني. وبيتكلم اكنه انا النهاردة هلبس ايا جماعة. اصلا. اه. يوسرا. حد عامل نفسه يوسرا. اه. مكنع جدا. يعني فانا قلت لأ كده الناس انا مصدقة فاكيد هيصدقوا فعملت بقى الاكاونت بتاعي اللي كان فيه طول تميت فرند. اه. وكان تقريبا. كان حاجة يعني اكني ما دخلتش اهلة من المزيج كده. اه. عملته ببليك. اه. وابتديت بقى ايه اللي هو انزل بوستات طبعا لسه هما العليم المصحابي. واحدة واحدة زادوا. بعدين بكلمك مش بترد بقى نزلت الحمد لله. هي اللي تقطقت جامل. اه. ساعدتني في السوشيل ميديا. وبعدين بقى انا بعمل فيديوهات كده وسيارة اه غريبة شوية بالنسبة لناس. بس هي بالنسبة لي هي ده انا انا طلع بشخصيتي كده. بعمل حاجات عادية. يعني مروان انت فاكر احنا يعني دايما كنت بنتفرج على الفيديوز بتاعت يسر اللي بتنزلها اللي هي بتاعت انستجرام العادية. العادية اه. فدايما عندنا علامة استفهام المروان دايما. يسر عايز تقول لنا ايه. بتعمل لي بقى وقتها حاسة انا باحساس كده يعني عايز اوصله للناس. اه بتبقى حاجات يعني مين لي مفروض يعني. اه. هي بدا حاكنيها شخصيا فبنزلها. اه. اللي يحصل يحصل. مش مهم. مش مهم ان الناس تتحك. المهم ان الناس هتحك. اه. هي عندي. في الاخر اللي مش عاجبه ما يجيش. بس دي دي حاجة حلوة ان انت مصدقة في نفسك. يعني ان ان انت عندك القناع ان حتى لو ما عجبش حد او ما فيش حاجة فيش حد في الدنيا بيعمل حاجة بتاعجب كل الناس. وانا بطلت احاول اخلي الناس كلها تحبيني عشان مش هيحصل. ما فيش حد يتحب من كل الناس. ولا شغله ولا هو شخصيا. او ما انت اقعال من يارا هم. الايه اللي بيقولو ده? لا وس انا اقول لك في حاجة دايما بيني وبينها ودايما بنقولها يعني لما بقى عادين في وسط اصحابنا. لما تشوف يسرى على السوشيال ميديا. وتشوفني انا على السوشيال ميديا. يعني يسرى على السوشيال ميديا مترقعة جدا. اه كريتف قوي. حاجات بتبص على الفيديو از تبقى مش هاهم انت بتعمل ايه يا يسرى? نعم ما. فهم? وانا على السوشيال ميديا تلاقيني يعرف اللي هو اه اه انفلوانسر قوي في نفسي. فهم? وفي الحقيقة يسرى اللي هادية جدا. وانا مش عنونا. اللي بقى بدحك وزعها وهرج. احنا عكس بعض جدا على السوشيال ميديا وفي الحقيقة. فهم قصد. مين اسكة? قولي حقيقة. اشتري ميني ده لحزبوتك. اشتري ميني. انت طبعا عارفة يا يسرى ان احنا لما بنوصل الانترنت بالتليفزيون. ايا. مش بنحط فيشت التليفون في التليفزيون. صح يا يسرى? لأ دي حاجة انا عمل ده وكانت غلطة ايه يعني. مليش انا في الالكترونيكس. اه. قالك انا مش لقي البلاك بتاع فيشت التليفون في التليفزيون من ورا. اوكي. مجاتش. بس بق لا لا. بس ده في التكنولوجيا يبقى. لا بس مسلا دراسة انا كنت دحيحة اكتر من يسرى شوية. بس انا كنت شطرة بقى. اه يسرى شطرة. بس انا اوائل. يعني يعرف الفرق يعني يسرى من الناس بس يسرى. هي هي عزبوتك تاني زبوري. هي بتسف علينا بقالها لالتماشر سنة ولا لالربعتاشر سنة اللي اشتغلتهم هنا. اه. بتسف علينا انها عاملة ماسترز. او هي عاملة ماسترز فعلا. اه اه. انا ممكن اعمل ماسترز في اللي لوني سمعها اسود. انت عاملة ماسترز في اه. بزنس. اه. اه. بس اه. ايوة. هي الماسترز فعلا يعني ده اوبشن لنا كلنا نعمل. اه. مش عشان هي متفوقة. لا بس محدش بيعمله عشان هو مجهود. اه. وانا كنت دحاحة بتوع كتب. اه. يعني انا كنت بخرج كده وقبل الامتحان باسبوعين وبيقرف بقى. اه. يعني اللي هو مزاكرة بقى وما بخرجش بقى من حاجة واخش بقى ما بغشش كمان. اه 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 كمان. احنا الاتنين فينا للخصلة دي عمرنا ما نغشش اعرف الناس اللي هي. بس تغشوا عادي. لا وما نغشش برضا. اه. لا دا لا. مزاكرين? مزاكرين? اه. طيب منكم مزاكرين. يعني. الحاجات الفيديو زي اللي انت بتعمليها على السوشال ميديا. بتدخلي تشوفي ايه فبتيجي في دماغك حاجة? خالص. فعلا اللي بيجي في دماغك هو ده. خالص ودي حاجة انا لازم اتعلمها عشان كل حد بيقولي. اه. ان انا لازم ابص على بتاعي ايه اللي بيحصل. انا مش عارفة ايه اللي بيحصل خالص. اه. عشان كده كمان بكلمكم دايما وانتوا على الهواء. انا مش ببص في الساعة اصلا. اه. يعني انا بقعدة كده وفجأة جات لي فكرة ايوة يارا انت فين? انا على الهواء يا يوسر او مراون طبعا انت بتستلمني دايما. انا ما بلحقش بقى لان اخويا هيسم بيتكلم برضو. اه بنفس الوقت. اه فسكري يبيعلى بقى او يارا بيجيلى اخماق او يعني. بتفوت الموضوع. اه. بس انت مبتفوتهش الصراحة انا بسمعك كل مرة. بس مش مشكلة. اه. فانا مش متابعة قوي اللي بيحصل. ودي حاجة كويسة بحاجة وحشة قوي. يعني حاجة كويسة عشان بتخليني برضو. اه. مش بتتأثر. اه. وحاجة وحشة عشان ازاي يعني ابقى في الفيلد ومش مركزة في والحاجات اللي حولها. اه. فانا انا مش عارفة عامل ايه وما مش هاخد كرار ايه. دي بقى. انا عارفة حالية. اه. ما تزنقونيش. اه. انا عايزة ارجع بس. بكلمك مش بطول. تعال نسمعها علشان اكيد فيه ناس كتيرة ممكن بعد الوقت يتحط. اه. 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 نقط عالحروف يعرفوا ان هي دي يوسرا هي خمسة وعشرين سانية نسمعها. اه. سبعة وعشرين سانية. سوري. ونرجع على طول استمر. لماك مش بترد. مشغول. طب ما تقول. مدهو بقول. لانت تغيرت. ما بقتش تحبيني. بعدتلك عن واتساب. ما شفتهش. لا يا شيخ. او والله اكتب لي. عشان ما بقتش تحبيني. ما بقتش تحبيني. مين قال. ما بقتش تحبيني. مين قال. ما بقتش تحبيني. يا ولية بطع لجنال. اهو انت. من قلطف. يعني نسميها ايه. مش عارفة. انا نفسي مش عارفة. هي كانت المفروض ببوست. هي بوست هزار. وللاسف دي حاجة اخدتني عشر دقايق عشان اعمل فكرتها وكلامها. هم. ومزكتها مسلا بعد يعني اخدتني كلها على بعض ولا حاجة. هم. والحاجات اللي بعد بقى بهدل نفسي فيها وعادة كده يعني دي كانت حاجة غريبة او. اوكي. ومن كتر ما هي ما اخدتنيش وقت حتى الكلام مش لايق على بعض. يعني مفيش غير مشغول طب ما تقول. الباقي مش لايق. يعني مفيش ما جايش بجنيه. اه. هم. بس برضو يعني. بس ده اللي خلاكي ترند وده مرة واحدة غيرك بقى عالسوشيال ميديا. صح كده? يعني ده اللي عرف الناس باسمي اكتر مش البنت اللي في الباند اللي اسمه اه او زيكو او بهيرة او بكينام. انا الناس بتناديني باي حاجة غير اسمي يعني يا بكينام يا بهيرة يا بعد بكلمك مش بترد. يا بكلمك مش بترد. اصلا. لا لا بس بقى عارفين برضو يسرى ظهرت بقى. هم. اوكي. واللي هي يعني انا قلتلكم انا ما كنتش مهتمية بالماركتنج بنفسي. هم. ومش مشكلة مع نزول بقى الاغاني الجديدة كل حاجة هتنفولد لوحدها. اوكي. ايه 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 احساسك لما حاجة انت عملتها كده. اه. في في ثانية ونزلتها على سوشيال ميديا لما تلاقي اكبر نجوم مصر والوطن العربي بيعملوها على تيك توك وعلى الانستجرام. اه هو احساس حلو قوي وانا شايف اللي نجحها الصراحة هو ربنا. اه. يعني مش اي حاجة تانية. هو عارف ادي ايه انا بطعب وقدي ايه انا بازعل على الحاجات وقدي ايه انا مخدش حق في حاجات وحاجات كتير قوي. فنلي خلي حاجة بسيطة قوي كده تنجح هو بس ربنا بيديني كده وعارف عارف التفاصيل بتاعتي. وانا كده كده عندي الحمد لله جميلة كده. مهما حصل ايه? هي ده اللي نجحها. اول واحد شفتيه من المشاهير عمل الاغنية او التقطوقة دي او الكلمتين دول كان مين? انا والله مش مش هقدر انا مش عارف كل يعني انا كل ما رفتها. فاكرة مين? تلعت في مسلسلات انا انا كنا في مسلسل بتفرج عليه لقيت في المسلسل ال كانت من شلبي وكان في كزا حد يعني. اه واقفت. اللي بيغنوها وهو بيعملوها. وبعد كده اه في كان اه شفت بيومي فؤاد. النجمة بيومي فؤاد. والنجمة الكبير ما جيت. هي ات وانت اوت اوف كنترول. وبعدين انا ما كنتش فهمة اللي بيحصل عشان انا اه اصلا اه في كده انا اصلا ما كنتش فيه. وهي هناك فهم كلموني قالولي انت هو انت مش هناك ازاي ده غنيت تعدك. ده الدنيا مكسرة دنيا. اه هي واللي قبله اصلا. حتى دلوقتي في واحدة اه اللي هي اغنية عشان عايزين نطلع فاصل كمان ونسمعها دلوقتي. وللنا سريعا بقى الموضوع باكينام. باكينام الاغنية قديمة. اه اللي هي انا في الباند انا هو عز. اه فجأة دلوقتي اه هي حتة منها اللي هي هو ده عشان شعري مش اصفر ولا بلاش غنيها بقى اشان مباوزة لكوش. ولا عشان مونيكيري الاحمر اشتر. علي ما هتقولي يا هشام. اه مرة واحدة لقيت دي. اه هي دلوقتي يعني كل ما افتح جدا بلاقيين اه. طيب نسمعها نسمع علي باكينام ونرجع نكمل كلامنا على طول. النهاردة بنورانا في الستوديو اه. يوسرا انا ميكس. فاننا يوسرا الجندي خليكم معينا. كلام في الزحمة مع مروان ادري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يوسرا جندي لسه من ورانا ومشرفانا و اه. انا عندي فكرة حلوة قوي لا اسم البرنامج بتاعكم. فمن الكم لسا تسمعين باكينام. ممكن تبقى كلام in the traffic jam. طيب وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. يا مصمم. لا بس عايز اقولك حاجة في ناس كتيرة انا عملها بابوس دلوقتي على الفيسبوك بتاعتنا ومروان برضو قدامه الواتساب من ناس كتيرة عزة جهري بيسلم عليكي. اه. خالد محمد هيكل بيقول مسائل فل عليكي. دكتورة يارا ومروان بي والمطربة الجميلة يوسرا الجندي بنوارين. ايوة بقى. اه. السيد حسين على فكرة احد حاجة في صوت يوسرا ان هي صوتها طبيعي. يعني لو غنت في الراديو مسلا هتتعرف ان هي يوسرا صوتها مميز وده احلى حاجة في الغرف. اه انت يوسرا بتعرف فعلا تلقت صوتها من من اي اعلان او جنجل او او. اه بيتكسب. ماشيتي قلتي هتشتري لنا اكل بعد الحلقة. ايه يا جماعة طب ماشي قدام انتنا هجملنا سوشي تاني. لا 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 لا. سوشي مين. سوشي اكل. نقش يا جماعة لينا بابي. اي واه. حمد المصري بيسلم عليكي برضو. اه حفيدة بتقول ازايك يا يوسرا عبدالعبدالوهاب اكيد يا روي يوسرا اخيات حلقة جميلة جدا. اه في كمان اه واصف بيسلم علينا وآه بيقولنا حلقة النهاردة عائلية. اه. اه. محمد من اسكندرية بيقول اه ونيت باكنان فعلا سمعتها عند هند صبري. وفي واحد اسمه اسلام مظهر عاملها فيديو رزيز جدا على بطة كارتون. اه على بطة كارتون. بطة. اوكي. اه حاجة كارتون. اه اه افتقرت يعني. برافو عليك يا اسرك وتعايز اسألك هل في جنجلز من اللي على نجومة في ام انتي بتغنيها صح? اه. محمد من اسكندرية. كان فيه اه. اه. الاخره تسعة سبعة. اه اه. كان فيه. اه. بالعكس انا لما بدأت الحيات دي ما كانش فيه اصلا كده اللي هي كانت لسه في الاوائل. في الاول اه. اه. دلوقتي بقى فيه كتير. اه. بقى عندنا جنجل زيامة. اه. طيب انت لما بيجي لك من كلاينت عايزك تعملي اعلان. هم. هم عارفين ان انت مختلفة. هم عاديين مع يسرة الجندي يسرة اللي بتغني بشكل مختلف اللي بتبتكومبوز بشكل مختلف. اه. بتغدي تعملي بتبدي تفكرت ازاي? هعمل ده ازاي? اه. شركة بتقدم منتج معين. اه اه ولا حاجة. يعني بتجرابي كزا حاجة الاول ولا بتشتغلي على حاجة معينة بتاخدي وتشتغلي عليه. بعض افكر في الفكرة وبخش اه هارد كور بقى في الفكرة دي. ما بعضش اعمل افكار كتيرة عشان قبليها في مخي بقى بعض بس وبعملها وبسمعها والدنيا عادة بتمشي عشان هم بيبقوا جايين عايزين حاجة مجنونة. اوكي. فالحمد الله انا واسقة من جنان يعني. اوكي. ما لهاش معين خالص معايا. اه. على حسب يعني. اه. مفيش طريقة معينة بتشتغلي بيها. بالزبط. بس عادة الكلام اللي احنا بيطلعوا مع بعض. كومبو مكس برضو كده. كومبو مكس ده زي عصير اورنجوس. مسلا. اه. ده اعلان ده لاي. اه. طيب انا عايزة روح. اه. عايزة تقولي حاجة. طيب. عايزة روح لحاجة لحنا لسه كده كده فضلنا وقت بس فيه اغنية عايزين نسمعها لان هي كده كده تلات دقايق. انت عملتي اغنية من قريب وكانت نزلت عندنا هنا في نجومة في عام كنا سمعناها. اه. انتوا كده كلكم. اغنية دي مع محمد انور. الفنان محمد انور. هو ممثل قامضي. اه. 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 ايه اللي حصل كلام كده فتكلمنا في التليفون. هو لذيذ جدا كانت اقول مرة نتكلم. اه. وحكيلي ان هو عايز اه اللي حصل ده. بس. يعني ايه هو عايز اللي حصل. الاغنية لما نزلت يعني هو كان ناشا. في حتة وحعت مني دلوقتي انا ما فهمتش. قال لي يعني عايز حاجة. عايز يعمل اغنية مختلفة. ما بين رجل وسط. اه. اه. لا اكشلي في الاول هو ما كانش متأكد رجل وسط بس مع تطور الافكار. اه. وصلنا لانتو كده كلكم. اه. اه. انا كتبتها ولحنتها. اه. والموضوع ما كانش سهل خالص. اه. يعني مش مش سهل. ساعات كده الموضوع بيعصلك شوية عصلك شوية في الاول. اه. عشان هو محدد اول. الفكرة ولا ولا التزبيط يعني اللي حصلت. اللي حصلت. اللي كانت تفاصيلها غريبة كده. بس مضحكة. من كتر ما هي يعني اللي يعرف اللي هو تحس كده الموضوع مش هيمشي خالص. اه. بس من كتر ما هو اه يعني مامشيش خالص. في الاخر دحكنا يعني وبرضو عملناها. اه. وكان معينا الموزع كينج. اه. لذيذ جدا برضو. اه. في البروجيكت كله كان دمه خفيف بس صعب. اه. بس انا بحب محمد انور قوي يعني. وعملته ميوزيك فيديو كمان عملته فيديو كان فيه فنانين يعني. اه اه اه. شايماء سيف كانت من الناس اللي في الفيديو. بحبها جدا. انا بموت فيها برضو. جميلة. جميلة. اه. ده حصل ازاي يعني انتو انتو كنت مكررين هو لما اكلمك قالك انا عايزين نعمل اغنية وهعمل لها فيديو. بص هو قال لي انت مسؤولة من الكلام واللحنة والفكرة. اه. وانا سيبي لي البي. اوكي. ودي حاجة مليحة جيدة من الصراح. اه. فهو الحتة الفيديو كليب وكده دي هو اللي تعب فيها. اه. والحتة التانية دي اه كانت بتاعتي وكينج هو اللي عمل التوزيع. اه. وكنا بنوان مع بعض كتير بقى بنتناقش ونوزر وندحك وكده عبالما وكان قابلها في كزا مرحلة يعني كزا الاغنية دي كانت تقسمت كده لأ دي لأ مش عارفة اش راح نفسي كويس شكلي صح? لأ يعني كزا كزا مرحلة في قدير للاغنية. اه. اه. ما كانتش ثلثة بس الحمد لله نزلت والحمد لله نكحت واتبسطت اكتر بما عارفتي انا وصدقتي انا ومحمد ام. اوكي متحية كبيرة ليه طبعا اه محمد انا وتعالوا نسمع الاغنية انتو كده كلكم ونرجع بقى يكون اخر لينك ونختم الحلقة كلنا مع بعض نسمع يسر الجندي محمد انوار انتو كده كلكم ونرجع لكم على طبور. اه يسر الجندي الفنانة. اه. اللي من ورانا ومش ورانا ومشرفانا. اه مش احتطانا وراها. طيب اخيرا عشان وقتنا اللي باقي مش كتير. خسارة. تمثيل بقى. انا عرفت منك. ايوان? اه ان فيه تمثيل? او هيبقى فيه? اه هو انا انجالي حاجات لذيذة قبل كده. اه. اه. ودلوقتي انا باخد ورشة. انا لسه ما ما سلتش يعني. اوكي. باخد ورشة لازباب كتير. اولا كل اوديشن روحته. اه قالولي انت اه يعني بتجه ورشة بس. اه. وانا رايح الورشة عشان كمان نفسي اقصر انا بتكسف. اه. يسر هادية وتكسف فعلا من فوسط الناس. او ده ده طبيعي ده طبيعي يعني غير غير يعرف. اه. اه بس دي ميزة رهيبة. انا بقى كمان لو. هي فهميتك كده? اه. لا اقصي الاحساس وحش وبعدين انا الناس عشان انا بتكسف فممكن اكشمها كده عشان الم الكسفة. فالناس ممكن تفهم ان انا رخمة او تنكة او حاجة بس هيه الحقيقة اللي هو ايه. انت مكسوفة جدا. اه. فده ما ينفعش مع الغنى. انا في الغنى ما بتكسفش خالص. بس اجي بقى في اللقطات المبانة كده احس كده ايه? ام. يعني اه. لا لازم لازم اتشجع شوية. اه لازم اتشجع شوية. اه اه فانا رايحة عشان دي. اوكي. وبرضو لو في تنسيق. ايه بالادور اللي جات لك لطيفة الورق اللي كان لدي لك. كلها حاجات مجنونة جدا. ام. فيها غنى? فيها غنى. فيها غنى وفيها اللي هو يعني اه كان فيه واحدة مدمنة مسلا. ام. ومغنية بتبقى فيه جانب اللي هو حتة انها بتغني فهي فيه جانب من يسرى. من شخصية يسرى. اه فيه حتة من شخصيتها الاصلية. من غير المضمنة دي. اه. اه. كمان ما بتتتحرك. بتاع الكاركتر او الشخصية اللي هي هتلعبها. فهي بقى يسرى عايزة ديني. اللي انا فاهمي ان يسرى كمان عايزة تبتيت تتمرن وتتدرب والورشة دي عشان لو تطلب منها حاجة زي كده. وجال يبل كده اه صاحبة واحد بس الصحبة اللي هي الريخمة دي اللي هي. انت ما كلمت ليش ليه? شبه الاغاني شوية اللي هي كلها دايما البنات. اه. مش لذيذة دي. اه. فدي اه. شكرا على اختيارك كلمة مش لذيذة. شفت. شفت. لا لا ما انا عارف. طيب عشان الوقت. اه يسرى انت نفسك تعملي ايه? يعني ايه الخطوة جاية بتاعتك? ايه? جر ان انت عايزة تعزمينها بعد الهواء. انا تانية بقى. مش زي يارا كده سودة وبولك. الله حرم الله دي غالبنا. جدا جدا. طيوبة. اه نفسي اولا انا بقى سعيدة من جوه كده ما عنديش انا بحاول دايما بقى متصلحة مع نفسي. ده اول حاجة قبل ايه حاجة. تاني حاجة بقى. نفسي المزيكة اللي ان شاء الله هتنزل. اللي هي اول واحدة اه ازبوك جاي. يعني. ان شاء الله. واللي بعديها واللي بعديها نفسي اركز بقى ونفسي اوصل للناس اه بمزيكتي اكتر واكتر واكتر. اه. وكمل بقى بافوارة. بافوارة. اه. اللي هو يقوله ردتها مغنط. كده. اوكي. وانت الاغنية اللي جاية اللي هتنزل دي هتنزل الاسبوع الجاي هتنزل الاغنية وهتنزل ميوزيك فيديو او فيديو كليب ولا لا? هينزل ميوزيك فيديو بسيط. اه. اه. اوكي. ودي بداية بقى. دي دي كلماتك والحانك. كلماتي والحاني ومزيكة موزع اسمه موجي. اوكي. اوكي. ميش. تمام. والله يا يسرة اتبسطنا. يعني انا بسيطة الهم من الحلقة. يعني شرفتين ونورتين بجد يعني. وعايزين بقى نسمح. اه. يا ريسا هتعزموني اكتر يعني كده يعني. كل ده مرتبط بما هو. الاكلة اللي انا هعزمك عليه بعد. اه بزبط. اه بزبط. اه ممكن اعرف بعد كده نجيبي يسرة نقعادها معنا في استوديو. فنيجي نقول بقى هنتلع فاصل دلوقتي فتروح يسرة واخدى المايك على جنب من غير الكامير. بس ونتلع فاصل. اه اه. لا يعني. اكبر من كده شوية معاكو. بس اه اه تمام انا والله اتبسط. ومروان انت كده كده عيلة من زمان قوي. اه فانا مش حاسة. حبيبي حاجة محمد. حبيبي حاجة محمد. اه انت ده حد العيلة للأسف من زمان سنة يعني احنا برضو اه معرفق من مليون سنة. من تسعمية سنة ده حقيقة. وانتو نجحين قوي مع بعض. يعني في جد. ده مش كلام اللي هو بتاع الساندويتش اللي انت هتعزمني عليه بقى. لا 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 لا. معقولة لا 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 انا عارفت. اه بس اه فانا النهاردة ما حسيتش ان انا في انتفيونا حس ان انا لا والله يسرحنا اتبسطنا وانا يعني حسن انا هيجينا تليفون بعد الهواء يلا ياولاد. ده يا جماعة انا مركزة. الله الله. الله عليك. لا لا بس فعلا يا يوسر كانت خايفة تقول تيك توك بس لا احنا ده طبعا للنسف. عمنا تيك توك كوين. اه بص يا يوسر انت نورتينا واكيد مروان مبسوط زي بوجودك معنا النهاردة واكيد حلقة. اه ده منك خفيف وموهوبة. يعني حتى لو بقفل معليك. ماما سمعك. ماما بابا سمعك. اه بنتك وحلوة قوي. بعيد مرة تانية. بنتك وكل صغيرة جميلة. لا لا انت مموبة بجد يا يسرى. واستمري في اللي انت بتعمليه. انت بتقديمي حاجة مختلفة مع التقديم. انا مشفتش حد على الال في مصر بيعمل نفس الافكار اللي انت بتعمليها. فدي حاجة يعني. ده كلام كبير قوي. لا والله ده حقيقي. ده حقيقي. ده حقيقي. بحقيقي والله مش مجاملة ومش عنش انت اختيارة وعشان انت معنا في الهواء. ده حقيقي انت مختلفة. والله. فاحتفزي باخترافك ده على قد ما تقدري. لانه بساعة الواحد بيضطر يمشي وراء ترند معين بما ان اسمه ترند. صح. نسيب ولما المرة جاية لو انت عمرك تنمرت علي فكرك بالكلام ده. لا خالص. لما قلت ان انا مورتين يا يسرى والله النهار ده. النهار ده الحلقة كانت فعلا يعني عزيزة جدا بالنسبة لي والريمة من قلبي جدا اول مرة تطلعي معي هوا. اول مرة نعمل حاجة بعيدة عن السوشيال ميديا. اه طبعا. يعني انو هي السوشيال ميديا ممكن انو قد نهزر مع بعض. ممكن بس دي اول مرة. اه. في بيتي. يعني انا بالنسبة لي نجومة في قم ده بيتي. صحيح. فاول مرة انت اللي جاية واول مرة تشوفي الستوديو وتعظيف وسطينا وتشوفي احنا بنعمل ايه. وفخورة انها وصلت لده بنفسها. يعني يسرى في الاخر مش جاية عشان هي اختي. لا لا لا. فعلا لان لو كان كده كانت جات من زمان. بس اه. يسرى انت اثبت نفسك في السنين اللي فاتت موهبة حقيقي موجودة. اه كبرت جدا في الفترة اللي فاتت سويا على سوشيال ميديا وبالهونا بافكارك انت فعلا. ايه. بقولها مش سنن. مش سنن دقا. لأ انت فعلا شخصية جدا وبيبان في شغلك وفي كل حاجة انت بتعمليها استمري. اه وعايزين كده يعني نشوفك بقى اكبر مننا ونشوفك بتحقق ايه حاجات كبيرة جدا. ايوا. ايوا. فعلا. يعني. طيب يا جماعة خلاص بقى عشان انا مبسوطة وبتكسف ويارا كده كده كنتي عارفة انا بحبك اصدق ايه وبوصلك اسمها ايه? بوصلك بتشاور فوق. اه بوصي في فوق. والحمد الله يعني عندي اخت زيك. ومبسوطة ان انا جيت لك الشو بتاعك ده شرف ليا بجازة بقى بعيدا عن الكلام. انت بقى عادة هنا. واحنا اتبسطنا. لو هتيجي تاني على فكرة تخليصة. طول ما فيها زومة بعد الهوى. اه. ايبا هتيجي. ويرب تكون كل اللي بيسمعونا واللي تعودوا علي انا ومار وانا وبيسمعو دايما وحنا بنهازر تكون الحلقة كمان عجبتكو سواء انتم بتحبوا يسرى عشان متابعين يسرى بقى خنيها او باللي هي بتعملو او كمان لو تعرفوه عشان احنا اخوات اه للأسف بس احنا حلقتنا خلصت يسرى. وقتنا باي باي. هنشوفكو بوقرا ان شاء الله وقتنا خلص سريع. قبل ساعتين من دلوقت. باي باي. باي باي. يوم جميل عليك والجميع. باي باي.